أهلاً وسهلاً بكم أحبتي طلاب الصف السابع في هذا المقطع المبسط سوف أعرض لكم فكرة تعريفية حول مادة التربية الإسلامية خلال الفصل الدراسي الأول متأملة أن يكون فصلاً مليئاً بالعطاء والحب والخير وإليكم أحبتي أيضاً خلال هذا المقطع محتوى كل وحدة من وحدات الكتاب بالتفصيل إلى نهايته إذن أحبتي في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعريف بداية بكتاب التربية الإسلامية وسوف نوضح موضوع كل وحدة من وحدات هذا الكتاب وسوف نتحدث أيضاً عن محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل ولا بد أن أنوح أن هناك الكثير من الأنشطة والمهارات التي سوف تطبق من خلال تدريبات الكتاب والتدريبات الصفية بما يواكب برنامج البكالوريا الدولية ولدراسة هذه المادة أحبت الطلبة الكثير الكثير من النواحي التي تؤثر على شخصية الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية مما يعمق إيمان الفرد بالإسلام والعقيدة والشريعة ويسهم في بناء شخصية ناضجة متوازنة مفكرة متأملة تسعى إلى النهوض في المجتمع الخاص بها وبنفسها وكما تلاحظون أحبتي أن الكتاب التربية الإسلامية المعتمد هو منهاج وزارة التربية والتعليم بداية عزيزي طالد سوف نبدأ بمحتوى هذا الكتاب ومنه الوحدة الأولى بعنوان وليتم نعمته عليكم والتي تبدأ بدروس من سورة الملك من الآية الأولى إلى الخامسة ثم التعرف إلى السنة النبوية الشريفة وإلى الإيمان بالملائكة الكرام ثم سنتهب إلى الوضوء لنتعلم إلى أركان الوضوء والسننه وبكل تأكيد سيكون هناك حصصا خاصة بالتلاوة والتجويد وسوف يتعرف الطالب إلى النعمة المهمة جدا في حياة الإنسان ألا وهي نعمة الماء ثم سوف ننتقل إلى الوحدة الثانية إن الله يحب المحسنين والتي سنتابع فيها سورة الملك ثم حديث نبوي شريف بعنوان لا تغضب وسوف نتحدث عن محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أن نكون قد تعلمنا الوضوء سوف نبدأ بأركان الصلاة وسنن الصلاة وإنسانية الإسلام بعد ذلك سوف نأخذ درسان في التلاوة والتجويد ثم سوف نتناول فقوق الطفل في الإسلام وفي متابعة الحديث عن محتوى وحاد الكتاب سوف نبدأ عزيزي الطالب بالوحدة الثالثة والله متم نوره سوف نتابع فيها سورة الملك ثم سوف يتعرف الطالب إلى صلاة الاستسقاء ثم إلى طيعتين العقبة والهجرة النبوية الشريفة وبكل تأكيد سوف نطبق التلاوة والتجويد وفي درس مستقلا سوف يتعرف الطالب إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وإلى أهمية المحافظة على الممتلكات العامة مباشرة سوف نبدأ بالوحدة الرابعة لنتابع معاً سورة الملك ويتعرف الطالب إلى قيمة وأهمية الاعتذار من خلال الدرس ثم تلاوة وتجويد ونتابع إلى مقام أهل الكهف ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ولكل مادة أحبة مصادر للعودة إليها ومنصات تعليمية منوعة لنحاك برنامج البكالوريا الدولية بداية هناك ما يسمى بموقع تنزيل القرآني والذي من خلاله يستطيع الطالب الاستماع للآيات القرآنية وأن يردد معها وقت ما شاء وهناك أيضاً موقع سراج التعليمي الذي يحوي العديد من المعلومات المبتكرة ثم منهاجي وموقع سطور الذي أيضاً يحوي العديد من المعلومات المبتكرة حول بعض المواضيع الدينية المتعلقة بمادة الصف السادس ترجمة نانسي قنقر